يوم جديد كله حياة شمسه بتبتسم والناس وهوى والعصافير بتغني في سماء غنوا عايزانة نكون سوا يوم جديد كله حياة شمسه بتبتسم والناس وهوى والعصافير بتغني في سماء غنوا عايزانة نكون سوا سلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير معكم سومة والنهاردة معنا فيديو جديد صباح الفل صباح النشاط صباح الجمال صباح كل حاجة حلوة على عيونكم في الدنيا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صلوا عليها بنات نهاردة معانا فيديو روتين ان شاء الله هيبقى جميل جدا آآ بصوا بقى انا حبيته عشان خطر ايه؟ هقول لكم في نهاية الفيديو بصوا انا حبيته علشان خطر كده الشكل النهائي للمكان بقى تحفة وهكون كده خلصت ايه آآ الشقة كلها يعني عملت دورة غسيل طبعا احنا عملنا الفيديو اللي فات آآ شلنا الكفار بتاع الركنة كله والمفرش اللي هو بحطه على الرخامة فوق تحت التلفزيون او تحت الشاشة والمفرش بتاع الكرابيزة كل الحاجات دي انا شلتها من مكانها علشان تتغسل عملت عليهم دورة غسل طبعا الحاجات بتاعت الركنة اللي هي لون هرمادي لوحدها والفواتح بقى اللي هي المفارش البيضة آآ لوحدها في دورة تانية آآ بس زودت عليهم بقى ايه العصر يعني بدل ما خليه على خمس دقائق عصر خلته على تسع دقائق عصر علشان لما مشوره ما ياخدش اي وقت معي خالص آآ وزي ما نشوفته كده طلع الغسيل زي الفل وهنا كده آآ دا كان غسيل انا كنت نشران بارح لميته وهبتدي بقى اكنس لاني ما اقدرش اكنس البلكونة الاول وفيه غسيل علشان ما فيش تراب يتعفر ولا كده ويجي على الغسيل اللي هو نشف ونضيف فآآ يعني لميت الغسيل الاول علشان اضمن ان هو هيفضل نضيف مش مضطرب وبعد كده بكنس الارضية قبل ما بدخل البلكونة آآ وطبعا لما لسه لما الغسيل يعني فما مسحتش اللحبال لاني لسه لما اصلا من عليه غسيل فاللحبال مش مضطربة وهروح على طول انشر بقى الكلام الجامد دا كله الحاجات دي وبصوا هنا كده ايسل ومحمد رجوع من الحضانة بسلم عليهم من فوق آآ هو كان باباهم هو اللي راح يجيبهم يعني آآ فشورولي بقى من تحت وكده وبدأت هنا كده بقى انشر بنشر برضو آآ بنفس سيستم الغسيل والنشر اللي انا بعمله كل مرة الحاجات القسيارة الخداديات القسيارة قدام فالطويلة فالاطول آآ فالمفارش اللي هي الاطول شوية وبعد كده اخر حاجة كسوة بتاعت الركن لان هي بتبقى اطول حاجة ده كده شكل الرصة بعد ما خلصت هنا بقى ارجع المشابك في مكانها وهحط بقى السطرة لان الشجرة مبهدلالي الدنيا خالص ولسه بقى اليومين دول هتنزل كل الورق ده فبروح فرد السطرة البرة كده عشان اي ورق يزل في الشارع هنا كده كنت جاي بحاجات من الهواري وكمان هناك كده كنت جاي بحاجات من السوق فعايز اوريكم بس جولة في المطبخ كده سريعة طبعا الموعين دي متصبينة من مبارح وشوية الحاجات اللي في الحوض دي الحاجات الطبيعية بقى اللي هي بتظهر لك تاني يوم زي اللهو الخفي كده تظهر لك فجأة كده تلاقيها في الحوض آآ هنا كده بقى هبتدي ان انا اخرج بقى الحاجات اللي هي اللي جايبها من الهواري معاكم دي كريمة طاهي وكمان جبت اتنين مارشميلو الطبق تقريبا بستاشر جنيه حاجة زي كده هو الطبق اقل من من ربع كيلو يعني تقريبا متين جرام حاجة زي كده جبت كمان الموزاريلا اللي هي باندة دي وعايز انصحك ونصيحة لله يعني محدش يجيبها ابدا وحشة جدا وحشة جدا بجد آآ ما لقيتش موزاريليانة اللي انا بجيبها على طول اللي هي لونها اخضر وريتها لكم قبل كده في فيديوهات كتير فلاقيت دي اللي هي باندة ونوع وحش وحش فوق ما تتخيلوا في موزاريليانة برضو اللي هي لون الازرق وحشة جدا برضو مش عارفة رغم ان هي نفس سعر الخضرة ونفس المكان التصنيع الا ان الخضرة آآ حلوة اوي الزرقة كتوحشة وكمان البندا دي وحشة جدا وجبت كمان جبنا كريمي وجبت جبنا قريش وجبت كمان زتون جبنا القريش دي ليه طبعا علشان انتم عارفين انا عاملة ضاية اليومين دول وآآ جبنا بقى بسكوتات للولاد آآ البسكوت اللي هو الشمعدان دوت بيبقى طعمه حلوة اوي وهم بيحبوه وجبت كمان مكارونات آآ دي حاجات بس كتنقصاني انا مش بجيب بس انتم عارفين غير الحاجات اللي نقصاني بس غير كده لأ فهبتدي بقى ايه آآ وجبت كمان آآ باكت او علبة كوفي ميكس وجبت كمان الرولات اللي هي عارفين انتم آآ الرول الفويل جبت رول اللي هو آآ آآ عشرة متر آآ بخمستوشار جنيه هبتدي بقى ألم كل الكلام ده وادخله في الاماكن بتاعته وجبت كمان صحيح تونة التونة دي كان عليها عرض اللي اربع مع بعض آآ فجبتهم برضو عايز اقول لكم ان المارشميلو والآآ وكريمة الطاي والحاجات دي كلها مش هستخدمها النهاردة فهدخلها التلاجة النهاردة نعمل اكلة سريعة كده عشان عندنا بكرة عزومة حلوة ودي مبدئيا يعني ايه حاجات كده هستخدمها في العزومة بكرة ان شاء الله وبرضا هعملكوا بيها فيديو وان شاء الله يعجبكوا جدا آآ وهبتدي بقى افرغ كل البتاع دوات الحاجات بقى المعلبات اللي انا جايبها دي في العلب بتاعتها عشان هدخلها التلاجة يعني نصيحة يعني لو عندك اي حاجات معلبات او آآ او جبن او كده خلي عندك ليهم علب في في البيت افضل كتير من ان انت يدخلي او يبقى استخدامك استخدامك من الطبق اللي انت شايفها ده طبعا الطبق ده بلاستيك وخامته طرية جدا فما بيبقاش حلوة ابدا في الاستخدام زي لما تجيبي علبة زي اللي انت شايفها دي وتحط فيها الجبن تطلعي تستخدمي براحتك وتقفل الغطى بتاعها وتدخلي آآ الجبنة تاني لكن الاطباق اللي هي بتبقى جاية فيها الجبن دي بتبقى يعني صعبة في التعامل جدا وكمان بتنشف الجبن قوي يعني لانها بتبقى مكشوفة بتنشف الجبن وممكن ترميها بعد وقت قليل جدا هدخل بقى الجبنة دي التلاجة وهجيب بقى الجبنة القريش عايز اقول لكم ان الجبنة القريش برضو بتاعت الهواري دي ما عجبتنيش زي الجبنة اللي انا بجيبها من سعودي انتو عارفين آآ ماركت سعودي طبعا آآ الجبنة القريش عندهم فضيعة لكن الجبنة القريش دي حسيتها فيها لسعة كده او لازعة انتو عارفين كده آآ مش حلوة حطيت عليها ميا وملح علشان يتحفظها يعني من انها تصفر ولا حاجة في التلاجة وان شاء الله انا هعمل كده كده جبنة القريش برضو في فيديو هوريه لكم بعملها في البيت ازاي احسن بقى من اللي برة آآ خالص بقى وتوفير بقى بحاجة في البيت والزاتون دوت برضو هبتدي ان انا اخد العلب دي كلها بقى وادخلها التلاجة عشان نيجي بقى للمعركة الكبرى بتاعة الخضار انا مش جايبة خضار كتير انا جايبة برضو الحاجات اللي انا قصاني آآ ناس آآ منكم قبل كده آآ حدي يعني آآ في التعريقات بيقول لي يا سوما المشتريات الكتير بتخلي الناس تنفر من القنوات اللي هي بتعرض المشتريات وكده. انا يعني انا عايزكي بس تشوريلي على المشتريات الكتير هي فين? يعني فين المشتريات الكتير غير الاحتياجات اليومية العادية جدا سواء طماطم سواء خيار سواء الحاجات دي كلها. بصوا هنا كده مبدئيا بس جبت كده الباسكيت دي وحطيت فيها الورقة اللي هي بتاعت آآ شنط ايكيا علشان احط فيها البطاطا. المهم بنرجع لموضوعنا. فين المشتريات الكتير في الموضوع دوت آآ الحاجات اللي انا بستخدمها دي بتبقى على مدار اسبوعين لتلات اسابيع. تمام? وانا بقول لكم الكلام ده دايما. دايما بقول لكم الكلام ده. ان المشتريات بتاعتي بجيبها على مدار اسبوعين لتلاتة في التلاجة وبتبقى كلها عبارة عن خضار وشوية فاكهة وحاجات كده. فين بقى المشتريات الكتير يعني شوريلي عليها كده? حاجات عادية كلها في حدود كيلو اتنين كيلو. حاجات عادية جدا زيك زي اللي بتجيبيها في البيت زي اللي اي حد بيشتريها. يعني ما اظنش ان في حاجات اوبر. دي كده الخضار بتاعي بعد ما ونظفته وزبطته. وحطيته كده اه في البسكتات بتاعته. هبتدي ان انا ادخلوا التلاجة. طبعا حطيت الخضرة كلها مع بعضها. وآآ لاني هستخدمها على طول يعني. فما كيستهاش ولا اي حاجة ولا حطيتها في علب ولا كده. هاجي هنا بقى. تعالوا كده نحضر مع بعض الغدى. النهاردة هنتغدى النهاردة بدري. فآآ زي ما انتم شايفين كده. انا بعمل ايه? بس لقوا هنا مكارونا. آآ عايز اقول لكم ان ولا دي هم اللي طلبين الاكل ده بنفسهم. آآ هنا كده العين كان عليها مدلوء عليها شوية مية فما كانتش راضي اتطلع الغز يعني من الخروم بتاعت الفتحات بتاعت العين من فوق. فابتديت ان انا انشفة يعني. وهرجح مكانها وعادي كده جدا هتشتغل بقى خلاص. آآ المهم انا ولا دي هم اللي طلبين الاكلة دي عايزين مكارونا آآ بدون اي حاجة جنبها يعني مكارونا بسلسة بس. آآ في عندنا محلات طبعا انتم عارفين من محلات الاكل السريع دي بيعملوا مكارونات بقى جنبها كفتة جنبها مش عارف ايه. فهم طلبين المكارونا اللي هم اكلوها في المحل ده. آآ من غير اي حاجة جنبها خالص. يعني مكارونا بس. فقلت لهم والله بركة يا جامع يعني. انا مش عايز اتعب نفسي يعني. عملت لهم شوية السلسة بالتومة. وآآ حطت المكارونا تتسلق وهم طلبين كده بس. يعني مكارونا ازبكتتي. ازبكتتي كمان مش اي نوع تاني. ازبكتتي اللي هي الطويلة دي. ومعاها سلسة بس. مش اكتر من كده. وانا كنت بسلق لنفسي آآ بطين علشان خطر آآ يعني اتغدى معاهم يعني. هنا كده تبلت السلسة بملح وفلفل. وهوطي عليها آآ هعلي عليها النار لغاية لما تغلي وبعد كده هوطي عليها لغاية لما تسبك شوية وخلاص على كده. وهنا كده المكارونا بادقها علشان اشوف آآ سواها ايه. وطبعا آآ ضايت ومكارونا مش هينفع دونت يا سوما. انا بس بادق. مش مش باخد معلقة ولا اتنين ولا كده. انا بادق واحدة بس. وهنا كده بعد ما صفتها. وطبعا المكارونا انا سلقتها في مية محطوط آآ عليها معلقة آآ زيت. وآآ ملح بس ملح كتير يعني. آآ هنا كده بعد ما السلسة اتسبكت والدنيا بقت تمام. هرجع بقى كده فيها المكارونا. وعايز اقول لكم ان الطماطم غالية جدا الايام دي وصلت لخمستاشر جنيه وحاجات فلكية كده. آآ وكمان مش حمرة. يعني كمان المصيبة ان هي مش حمرة جامد. فدول الكمية اللي انا حطيتها هو طبعا لسه مترسق في الارضية شوية يعني فاقلبهم بقى كويس جدا. آآ بس عايز عرفكم ان هي دي الكمية اللي انا حطيتها في المكارونا يعني ما زودتش لان الموضوع بقى يعني صعب قوي يعني بصراحة. وهبتدي ان انا اغرف بقى الكلام ده كله. هاغرف بقى الكل واحد في الطبق بتاعه. آآ اللي هيكل طبعا من المكارونا ولادي وجوزي. آآ انا طبعا هاكل الاكل التاني اللي انا ورته لكم دوت هم بس بطين وجنبيهم خيارتين. وحاجة اخر زل ومرار كده. وانا بصراحة ما بستحملش الزل ده كتير. آآ اردتي ضعيفة قوي في موضوع الضايت ده. المهم بحاول يعني بحاول شجعوني. اغرف بقى الجوزي كمان آآ الطبق بتاعه. اهو بالشكل ده. طبعا ولادي مش هيكلوا اصلا المكارونا اللي انتو شفتوها دي يعني هم هيكلوا بس معلقتين منها وخلاص على كده يعني. انا بس احطا لهم بالزيادة. هاجي هنا بقى للاكل بتاعي وهبتدي ان انا آآ اقطع البيض بالشكل اللي انتو شايفين وده طبعا هو ليست خارج سخنة حالا من النار. آآ فهبتدي بقى ان انا اقطع كده البيض بالشكل ده. وبحط عليه بقى رشة آآ فلفل اصمر ورشة ملح وعادي يعني انا انا سامحة لنفسي في الضايت بتاعي ان انا احط بهارات واحط ملح مفيش اي مشكلة. بعمل ضايت في البيت كده على على خفيف يعني. مش متابعة مع حد ولا كده. المهم بقى حطيت رشة الملح واحط كمان رشة الفلفل. اهو حاجات بسيطة كده. وقطعت جنبه مخيارتين كبار كده يملوا العين. وبحط جنب الاكل بتاعي ده بقى رغيف عش سوقي. اللي هو صغير مش الكبير. اهو. هو ده بس الغدى اللي احنا هنتغدى. ادي المكارونة شايفين لونها. لونها حلو والله وجميل بس انا بحب المكارونة تبقى الصلصة فيها حمرة اكتر من كده بكتير يعني. اه بس هو ده بقى ايه? اقتصادية يعني علشان خاطر الموضوع بقى صعب او في موضوع سعر الطماطم بقى غالي اوي. بعد ما خلصنا وتعشينا والحمد لله او اتغدينا قصدي. اتعشينا ايه اتغدينا? هبتدي بقى ألم كل الحاجات اللي انا كنت سايبها تتصفى من مبارح. كمان غسلت الاطباق كان فيها زي ما انتم شايفين كده اه مواعين كتيرة قوي عايزة تترصف في اماكنها. فهاخد كل الكلام دوت وهارسه في الاماكن بتاعته. المعالق بقى والشوك والحاجات دي كلها. هاخدها في الاماكن بتاعتها كده وهبتدي ان انا احطها بالشكل ده. وطبعا كان افضل حاجة ان انا اول ما قوم من النوم الصبح ارس الحاجات دي في اماكنها قبل ما اه يتعمل كمية مواعين تانية. بس طبعا لان زي ما انتم شايفين ما كنتش فاضية وكان فيه غسل عايز اتنشر وكان فيه سوق وكان فيه حاجات كتير. فسبتها لبقى البعد الغدا يعني. آآ وبتديت بقى كل الحاجات اللي انا خرقتها من الغستالة الاطباق ارسطها في الاماكن بتاعتها. آآ عشان بقى افرغ الغستالة لان طبعا عبال ما عدينا لغاية وقت الغدا كان آآ بجانب شوية الموعين اللي انا ورته لكم الصبح الصغيرين دول انا ما غسلتهمش على فكرة. وطبعا الغستالة كانت مليانة فانا ما ارسلتهمش في الغستالة. آآ فا اتعملت لي بقى كمية موعين محترمة كده. آآ هبتدي بقى ارس كل الحاجات دي في اماكنها. آآ الحلل طبعا آآ تحت الحوض والحاجات دي كلها في الاماكن بتاعتها فوق. آآ في المطبئية يعني. كده انا خلاص آآ عملت الغستالة. هبتدي اخرج الفلتر بتاعها واخسله كويس جدا تحت الحنفية. آآ هنرجع هنا بقى لبصوا. المطبخ يعني بقى حاجة كده يرسلها بعد الغداء. آآ طبعا مواعين بقى الفطار الصبح والغداء والمواويل دي كلها. هبتدي بقى نزل كل الحاجات بقى وعايز اقول لكم ان الفرشة بتاعت آآ ايكيا دي حلوة جدا زي ما انتم شايفين سريعة كده وبتنزل اي حاجة في اللطباق بسهولة. وطبعا من غير ما ايدي تتعكعك ولا كده. ايدي لو اتعكعكت هتبقى من الحود لكن مش من الفرشة بستخدمها بسهولة جدا. وآآ كل الحاجات دي بقى هشطفها وآآ علشان ابتدي ان انا ارسطها في الغسالة. فلازم اديها تشطيفة كده. وطبعا الاتباق دي خلاص انا ما عارفش ايه اللي جابها هنا اصلا هتبتدي ان هي تدخل ايه. آآ البسكت بتاع القمامة يعني اعزكم الله. وده كده منظر الغسالة بعد ما مالتها. مالتها بجد يعني مش حطيت كده حاجات بسيطة وخلاص. وحطيت المسحوق بتاعها وبتديت بقى ان انا اشغالها علشان عايز اخرج من المطبخ الدنيا الكون رائقة حواليا. آآ بس اتفضلت بقى كم حاجة دول. يعني شوفي ما شاء الله يعني الغسالة العشر افراد قد ايه كمية الحاجات اللي دخلت جوه. آآ جوه الغسالة. الا انه برضو في حاجات كانت لسه فضلة تاني. بس حاجات بقى بسيطة. آآ تدغس البزبونش على الايد يعني حاجات سهلة يعني. المهم بعد ما مالتها وزبطتها وآآ شغلتها. هبتدي بقى اخسل بقى ايه? هي حاجتين تلاتة يعني حاجة بسيطة كده. وهاخسل بقى كمان المصفى بتاعة الحوض. آآ وهشطفها كده علشان خطر نرجحها في مكانها بعد ما اشطى بالمطبخ تكون نظيفة. وهناخسل بقى المصفى والحاجات دي. وطبعا البوتجاز اصلا يعني مع لهش غير حاجات بسيطة هتتمسح مجرد مسحة بالفوطة. والرخام هبتدي برضو ان انا امسحه. بس مش بالقماشة. عايز اقول لكم ان المسح بتاع القماشة. مش بيبقى ابدا زي المساحة سواء بقى بتاعة اي كي على فكرة ولا اي مساحة تانية. اي مساحة بتاعت ازاز. آآ هتمسح لك كويس جدا الرخام. ما بتخليش عليه نقطة مية ومش بيجير بقى ومش بيتعبك بعد كده. لا بالعكس بيبقى لطيف قوي. آآ ابتديت بقى ان انا اخسر الحوض. وبالمرة باخسر الفرشة يعني. واحلى حاجة بقى في الفرشة دي ان هي بتتلزق كده بالشكل ده. فبتفضل وقفة كده على جنب. آآ وغسلت بقى الحوض ورجعت هنا كده الصفاية وهشيل بقى الصفاية بتاعة اي كي دي حاجات بسيطة حطيتها كده آآ في الحوض بتاع المطبخ. وده شكل مطبخي بعد ما روقته كده وخليته زي الفل. عايز اقول لكم بيبقى يعني حاجة تشرح القلب كده ان انت تبقى موضبة المطبخ كده وقعدة في سلام نفسي كده. يعني حاجة كده لزيزة قوي. آآ رجعت هنا كده لمت الغسيل آآ زي ماك شايفين كده بس الدنيا بقى كتليلت. ففي سواني كده هوريكوا كده منظر الصالة. ويا سلام لو بترقعت صباح واحدة كده تلاقي المكان كله رجع كده يعني يا رهت والله الاوبشن داي يكون موجود. آآ المهم روقت الصالة كده بس مرضيتش اخد من وقتك كتير. انا وريتكم برح وانا بقلع الفرش ووريتكم النهاردة وانا آآ بعد ما فرشته يعني. وحطيت هنا كده بتاعة بتاعة المنازيل وجنبها آآ الفوزة. وآآ رجعت بقى استجادة. انا عارفة ان انتم معظمكم برح قالولي لا رجعي استجادة تاني عشان شكلها هيبقى قليق. آآ مع الصالة. آآ وناس كتيرة جدا قاريت لي يا سومة غيري لون الصالة ان شاء الله ده هيحصل. بس يعني مش دلوقتي واحدة واحدة زي ما اتفقنا قبل كده. ورجعت هنا كده الحافظة الشاك في مكانها في مكانها تاني. وشلت السجادة برضو زي ما آآ ناس كتير في التعليقات قالتلي. آآ خلاص شلت السجادة وآآ حطيت بقى السجادة التانية. وآآ حطيت الحافظة هنا علشان الحافظة لونها آآ ماشي مع السطرة اكتر. وايسر بتسرح شعرها عادي جدا ما فيش اي مشكلة. ده كده شكل السلطين بقى بعد ما خلصوا الحمد لله يعني بقت الدنيا تمام. كده انا خلصت كل الترويقة الشتوية. آآ والدنيا بقت عندي الشقة كلها زي الفل ما فاضلش بقى غير آآ تطبيق الدوليد. آآ وزي ما انا قلتلكم قبل كده ان احنا لسه بنستخدم في الخريفي. بس خلاص ان شاء الله الجو بدأ يسقع هو هطلع الشتوي. آآ هستغنى بقى عن الصيفي هدخله كله. آآ بس فيديوهات جاية ان شاء الله. وهنا بقى اخر حاجة قلت اعملها. ان انا اطري على قلبهم بقى بالليل كده. آآ وقلت اعمل لهم شوية رمان. وطبعا آآ عايز اوريكوا طريقتي. انا بشيل بس كده الاول اول جزئية في الرمان من فوق اللي هي الظاهرة بتاعته من فوق. آآ بفتح كل الاماكن اللي فيها فواصل بيضة. ببوز السكينة كده وبامشي عليها لغاية نصها مثلا. وبروح قلبها كده على وشها وببتدي ان انا اخبط فيها بضهر السكينة. بكل سهولة بقى وبكل بساطة ولا تفسيس ولا بتاع. لا الطريقة دي في ثواني هتلاقي الرمانة كلها خلصت. آآ ما فاضلش فيها غير حاجات بسيطة. آآ هبتدي اوريكوا واحدة تانية اهو. بشيل كده البوز بتاعها. بيظهر بقى معايا الفواصل بتاعتها. طبعا الرمانة دي كانت مقلب يعني. بس عايز اقول لكم على قد ما لونها ابيض كده على قد ما هي ما شاء الله مع السلة جدا جدا. بدأت بقى زي ما اتفقنا امشي كده بالآآ بستكينة على الفواصل آآ لغاية نص الرمانة وهقلبها بقى وابتدي اخبط. على الظهر بتاعها كده من وراء. امش عارفة والله تقريبا ان عملت البتاع دي بالمقلوب. غالبا يعني. المهم يعني عملتها والتالتة بنفس الطريقة. اهو. شايفين بقى الفواصل البيضة دي? هي دي اللي بامشي عليها بوز استكينة للنص بتاعها. وطبعا الجزئية اللي في النص البيضة دي بتتشال علشان هي اللي بتبقى مسكة الاجزاء كلها بعضها. فلازم تتخلصي منها الاول. وبكام تكة بسيطة على الظهر الدنيا بتبقى زي الفل وتمام. اهو. بس بترفس طوابعك بترفعي الجزء اللي انتي مسكة الفوق. وتخبطي خبطتين بتلاقي كله نزل. وات كان فص الاخير دول بتشيلهم بايديك بقى اللي هما بيبقوا مسكين جامد او فيه اه حاجة بيضة مسكة عليهم يعني. بعد كده بقى ببتدي ان انا اشيل اي اه حاجات من اللي هي البيضة دي. بنقيها كويس جدا لان بصراحة ما بغسلهوش. اه بعد ما بفصصه كده لان بصراحة لو اتغسل بحسه ان هو بيفقد اه جزء كبير من السكريات اللي فيه. اه لكن بحب بغسله قابلي. يعني انا كده كده كنت اغسله. اه لكن بعد ما انا اغسله اه بعد ما انا افصصه اغسله تاني. لا دي ما بعملهاش ابدا. اه بس ببتدي ان انا نقل حاجات البيضة دي بالشكل ده. بصوا بقى شكله تحفة. هبتدي بقى اجيب اطباق. وهحط بقى فيها الرمان. بس طبعا لازم ادي مسحة كده للطبع عشان يبقى شكله لصيف. وادي الاطباق بتاعتي. هنزل بقى فيها الرمان بالشكل ده. يعني اه تسلية بسيطة كده قدام التلفزيون بقى بالليل. واحنا بنكتب الواجب مع ايسل اه ومحمد. اه كده يعني حاجات بسيطة. اه بس يا جماعة هو ده كان فيديو النهاردة. يارب بيكون فيديو النهاردة حمسكو شجعكو واداكو شوية طاقة كده. تقوموا تشوفوا اللي وراكو ايه. لو عجبكو الفيديو بتاعي النهاردة ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وهستنى تعليقاتكو الحلوة تقول لي ايه رأيكو فيديو النهاردة وان كان عجبكو ولا لا وشجعكو ولا لا واستنوا بقى بكرة ان شاء الله فيديو جامد جدا جدا عشان كده بقولك فعلي الجرس علشان آآ كل الجديد يوصلك بس جماعة هبتدي بقى اخد الفاكهة دي نروح احنا نتسلة آآ بيها واخر حاجة اقول لكم صباح الفل والنشاط على عيونكم واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة